حينما يأتي الحديث عن القضايا الكبرى فالإلحاد وفي ذروة انتشائه لا يعد أن يكون سوى تنكر للعقل وهدم للمنطق وهروب غير مبرر من حقيقة لا يسع العقل إلا الإقرار بها أعني حقيقة الوجود الإلهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأكثر من ألفين عام ساد الإعتقاد عند علماء الفلك والكونيات من غير المسلمين بأزلية الكون وخلال الربع الأول من القرن العشرين بدأ هذا المفهوم بالتلاشي وبحلول عام 1966 أصبح الاعتقاد الجازم بأن للكون بداية إلا أن هذه البداية والتي يؤيدها العلم لم ترق للكثير من الملاحدة لأنه إن كان للكون بداية فقط عنه لابد من وجود خالق مبدئ له وعندها سيكون السؤال المتحتم بداهة وعقلا ومنطقا من خلق الكون من تتبع النهج الذي يسلكه الملاحدة في التعاطي مع السؤال البداهي من خلق الكون فسيلحظ الأهتي واحد دغمائية سأفرة تشكل عاملا رئيسيا في رسم تصورات وقناعات الملحد اثنين تنافر واضح بين الإلحاد وبدهيات العقل ودلالة ذلك أن الملاحدة بدلا من أن ينسجم مع داعي العقل وإشارة العلم فيبحث عن جواب لسؤال من خلق الكون عمد الملاحدة لتفادي هذا السؤال نظرا لكونه يزعزع الإلحاد ويقتلع من جذوره فبالاستقرار دائما يحاول الملاحدة الفرار من لضى هذا السؤال خلف هذه المهارب الأربعة واحد سفسطة علمية كدعوى خلق الكون نفسه بنفسه وإمكانية نشوء الشيء من لا شيء وكانت هذه الحلقات لهذا الخصوص اثنين هروب فاشل وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم ثلاثة سؤال سادج وأربعة مراوغة مكشوفة وهما موضوع الحلقتين القادمتين بإذن الله يقول لك الملحد صحيح أن الكون له بداية لكن سؤالك بمن أوجده أو من خلقه يعد خطأ خطأ ويعلل ذلك بأنك حين تسأل باستخدام آدات من فتقول من خلق الكون فسؤالك يفترض وجود خارق وبهذا يكون الجواب موجها لذا طبعا الحديث ما زال للملحد يجب إهمال هذا السؤال والالتفات للسؤال الأهم كيف نشأتكم؟ شاهد لو أدرك الملحد أن هذا الهروب الفاشل من سؤال من لسؤال كيف سيؤدي في نهاية المطاف لتثبيت وترسيخ أحد أقوى الحجج التي يستدل بها المؤمن على وجود الله عز وجل علاوة على أنه سيعود مضطرا للجواب على سؤال من؟ لبحث عن مهرب آخر غير هذا كيف؟ أنا أقول لك خلينا نساير الملحد ونعلق سؤال من خلق الكون مؤقتا وننظر إلى ماذا ستقودنا الإجابة على سؤال كيف نشأ الكون والحديث للعلماء يقول العلماء أنه منذ اللحظة الأولى لنشوء الكون وهو يسير وفق خطة محكمة فالانفجار الكبير ليس انفجارا اعتياديا بل عملية محسوبة بدقة متناهية ومنظمة من جميع الأوجه وفي هذا الصداد يقول ستيفن هوكين الفيزيائي الملحد الأشهر لو كان معدل التوسع بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير أقل مما هو عليه ولو حتى بجزء من مئة ألف مليون مليون لنفجر الكون مرة أخرى قبل أن يتمكن من أن يأخذ حجمه الحالي كما يوجد أكثر من ثلاثين ثابت فيزيائي أو كوني كلها تقف على حد السكين مستقلة عن بعضها البعض وفي الوقت نفسه تتلاقى لتسمح بإحداث الحياة وتغيير أي معطى من هذه المعطيات التي نشأت مستقلة لن يسمح لها بالتلاقي فضلا عن إيجاد حياة أو حتى منظومة كونية فالثابت الكوني مثلا مضبوط بدقة تصل إلى جزء من مئة مليون من تريليون 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 وهي ذات قيم محددة بعناية فلو كانت القوى الكهرومغناطيسية مثلا أضعف أو أقوى مما هي عليه فقط بأربعة في المئة لانفجرت الشمس فورة كومونها ولو لم يكن لهذه القوى الكونية الأربعة ثوابتها التي أخذتها بالضبط فلن يكون هناك نجوم ولا كواكب ولا ذرات ولا حياة لذلك تجد ستيفن هوكين بعد أن تحدث عن دقة هذه الأرقام قاله بشكل واضح الحقيقة البارزة هي أن قيم هذه الأرقام تبدو مضبوطة بعناية لتسهل تطور الحياة أقول التفاصيل كثيرة والوقت محدود والخلاصة أن الدقة والإتقان سمات دائمة الحضور عند الجواب على سؤال كيف لذا يشير بول ديفيز الفيزياء الشهير أن هناك اتفاقاً واسعاً نطاق بين علماء الفيزياء والكونيات أن الكون في نواحيه المتعددة قد تم ضبطه بدقة لأجل الحياة من هنا يقول ستيفن هوكينغ سيكون من الصعب جداً تفسير لماذا بدأ الكون بهذه الطريقة إلا باعتباره عملاً لإله أراد أن يخلق كائنات مثلنا فكلما استعرضنا الأدلة واجهتنا على الدوام الحقيقة نفسها بأن قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون السؤال الآن هل يريد الملحد إقناعنا أن السؤال الفطري عن من أوجد هذا الكون بهذا الضبط والإتقان يعد خطأاً بينما عزوه للصدفة والعشوائية يعد عقل المنطقة عجب أخيراً حاول الملحد تهميش السؤال البدهي من خلق الكون لكون إجابة هذا السؤال التهدم للحياة فتعين عليه الإجابة على سؤال من ضبط وأتقن وأصبح سؤال من أكثر إلحاحاً وأشد طلباً كي تكون تنتهي حلقتنا دعمونا باللايك سابسكرايب فولو شير تلقاكم الشراء تعالى في حلقة القادمة وأشكركم على المشاهد له آية في كل ما هو كائن تجلت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر